خلينا نتكلم حضركة على اللي حصل من الحكام الماتش اللي فات ماتش سيمبا وخصوصا حكام غرفة الفار أنا السؤال عندي بس هو الفار اتعمل ليه؟ وهل الفار يعني احنا بنشوفه في بعض الاحيان ظالم ظالم زي ما حصل فينا الماتش اللي فات واتكررتها بلا كده الفار ظالم ولا مظلوم ولا احنا اللي ظلمينه السؤال مهم جدا انا كتنا ايمن بتبتدي بالحلقة واحنا بنكلم على الفار خلينا الاول يعني في البداية نقول ان شاء الله بإذن الله التوفيق نادل اهل النهاردة اليوم يحقق نتيجة ايجابية واسعت ان شاء الله بإذن الله وهو قادر ان هو بإذن الله يكون على قادر المسئولية ويحقق الفوز ويسعد دي الدور اللي جاي السؤالك مهم جدا انا كتنا ايمن وبنتكلم على الفار الفار مهم جدا جدا نسأل سؤال اتحاد دولي لما عمل بداية من الحكم الاضافي لو تفتكر كتنا ايمن الحكم الاضافي اللي هم كانوا بيجيبوا حكمين اضافيين يساعدوا الحكام في المباراة كل واحد بيقف خالف المرمى ودي كانت بداية ان الاتحاد دولي دايما عاودوا ساعة التحكيم عشان يقلل من الاخطاء ده نوع من انواع التطوير التطوير ده في البداية وبين دخل الجولاين تيكولوجي اللي هي تيكولوجيا خط المرمى وبين عمل الفار الفار عشان خطر يحقق العدالة هم عمول كده عشان يحقق العدالة التحكمية كتنا ايمن وعشان كمان يقلل من الاخطاء التحكمية وده شيء مهم جدا يعني الفار دوره كبير ودوره ايجابي جدا 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 ولكن سألت السؤال مهم الفار ظلم مظلوم لا ده الفار مظلوم بس مع مين مع الحكام اللي مش بتطبق البرتوكول دي مرة واحد الحكام اللي مش فهمة القانون دي مرة اتنين الحكام اللي عندها معين مختلفة طب ممكن اسأل حضرك بس هنا نوقف واقفة بس وهل من حق الحكام من غير ما الفار يستدعيه يروح يشوف اللقطة لا طبعا لأ طبعا الفار معمول كابتن عشان اربع حاجات حنقولهم تاني تدخل الفار في اربع حاجات هدف او ليس هدف راكل الجزاء او ليس تراكل الجزاء البطاقة الحمراء المباشرة ولايس الانزال التاني والهوية المفقودة دول اربع حاجات الفار بتدخل ودي الحاجات اللي هي بتبقى صعبة جدا جدا احيانا وبتؤثر في نتيجة المبارا نيجي النهاردة الحكم بيحاكم فيه قرار عادل منه هنا الفار ليه دوره بقى كابتن هنا الفار لما بيشوف اللقطة بيستدعي الحكم او بيقوله ان فيه احتمالية تراكل جزاء او فيه هدف او حاجات دي كلها ده دور الفار طب السؤال هنا كابتن قلتلي الفار زاله مظلوم لا الفار مظلوم جدا جدا ده الفار بتعامل تاني تاني عشان يقلل من الاخطاء عشان يساعد الحكام ولكن فيه حكام مش عادة ساعد نفسها كابتن هنا والدليل المباراة السابقة اللي اهله سيمبا شفنا اخطاء غريبة جدا 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 اللي يتعامل فيها تلت اخطاء في العابة واحد تاك مودست تاك مودست مازجبوط مفيش حد اختلف عليه على الفكرة يعني فيه بعض من اعضاء الجانب الحكام والافريقية مش مبسوطين من الحكام صح في هذه المباراة نبتكلم على دي واحد وعشرين راكل الجزاء لاندل الاهلي لم تحتسب هذه راكل الجزاء مش محتاجة الفار ولكن هنا كان لحام بيدا الحكم الفار كان ليه دور طبعا ولكن للأسف ده السؤال هي دي محتاجة ان حد ما يجيبش الحكم فيها دي احنا بنكلم على حكام بتطبق وحكام فهمة التقنية موجودة واللقاطات موجودة ولكن زي ما قلت فيه حكام عندها القدرة ان هي تدي تفاصيل الحالة وتستطيع الحكم وفيه حكام ما عندهاش القدرة او مش فهمة او حاجات كتير على ما تستفهم في المباراة اللي فاتت ده يولام عليه الحكم حكم الساحة ولا يولام عليه حكام الفار سؤال مهم جدا لو نتكلم بشكل عام تقم التحكيم بالكامل يا كابتن عيما كلهم بدليل هذه الحالة اللي هي كانت مودست دي كانت قدام المساعد واحنا قلنا دائما المساعد لابد ان هو تدخل في القرار طالما الخطأ جنبه جنبك ساعد بالقرار حتى في الكمان كيشن ما تديش لراك الجزاء ولكن كلم الحكم ان فيه ماسك حاول اللعبة تتراجع هنا الفار يتدخل انا بكلم في دي 21 هنا الفار كان مظلوم اللي ظلم الفار الحكام اللي كانت موجودة في موراد سيمبا الحكم الجنوب أفريكي اللي هو تدخل من جيله والحكم دي حميد راك الجزاء لم تحتسب أخطاء تاني تاني نتكلم على طاهر وليه حالة من الحالات تتراجع حول المشرة وهو اللي كان عنده انزار على الفكرة عشان تدخل انزار تاني وطارد إذن الأخطاء الكبيرة دي كلها بنقول لابد مناج الحكام الحلول درب حكامنا دايما على الفهم الجيد ما بين الاتنين ندور حكامنا على المعايير الواضحة والواحدة ليه الاتنين طب سؤال هنا كابتن هو ممكن الحكم لو شكك في لعبة على اتصال بغرفة الفار يقول له رجع لي اللعبة دي برافو عليك برافو عليك أنا لو في الملعب وشفت لعبة أنا مشفتهاش أو مش متأكد منها كابت لازم نتكلم الفار قوله شايكلي عليها لازم يسحق وممكن يتكلم اه 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 شايكلي واذا ما قلت لك هو الفار بيتدخل ولكن ممكن الحكم كمال يبقى لي دور أنا مشفتش لعبة أحيانا انت في المطشة كابتن أيمن وانت رايح لمنطقة ما بتشوفش الحدث فعندك مشكلة فبتكلم الفار عليها وبالتالي هنا الفار بيجيبك او يقولك لا انت قرارك سليم أنا بتكلم مصطفى عامة كابتن ان الفار وسيلة مساعدة ووظفته ان هو يليل من اخطاء تعالي اقولك على حاجة جمدة نادي مجلس الادارة النادي الاهلي السنة اللي فاتت عمل بيان جميل جدا كابتن يحسب لمجلس الادارة وده مش مجاملة ازاي نطور منظومة الفار كابتن مش منظومة الفار بس من خلال الكاميرات الموجودة ومن خلال الابشنز الموجود ولكن كمان من الحكام اللي هم اللي بيشتغلوا عليها كابتن ايمان انت النهاردة جبت آلة ومحتاج حد يشتغل عليها بشكل كويس لو ما عندكش المهارات البشرية ان هي تشغل على هذه الآلة الآلة دي مش هتفيدك في اي حاجة بالزبط وده كان النادي الاهلي كان بيطالب دايما تطوير منظومة الفار مش بس المنظومة ككاميرات وكعربيات ولكن كمان الحكام اللي بيعودها على الفار دي مهمة جدا جدا كان النادي الاهلي بينادي بيها احنا من خلال قناة النادي ايه كمان كابتن ناصر امكان حضرتك كمان السنة الفاتة بطالبت بكده يعني دور التمانية بيتقاهل عن كل مجموعة او دور المجموعات بيتقاهل عن كل مجموعة فرقتين بس فممكن ماتش حكم يظلم فرقة من الفرقتين تلاقي نفسها بار يعني ممكن ماتش يخسرك يطلعك بره خالص ما يصركش لدور التمانية فليه ما نبتديش من دور المجموعات ده شيء مهم جدا حاولك كابتن ايمن احنا برضك بنتكلم فيه الدول اللي بطبق الفار هم اللي دول في افراقيا قليل جدا 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 عشان كمان الملاعب كمان اللي مش مجهزة وعشان الامكانات الكبيرة جدا جدا من انك انت تطبق فما فيش امكانية حدفركة يعمل الكلام ده ولكن انا كنادي ده مش مشكلتي انا كابتن ايمن حددك انت اتحاد مسقود حدقاري كبير لابد انك انت في الوقت اللي جاي تجاهز التقنية في جميع الملاعب اللي هي موجودة طالما انت اعتمدت هذه الملاعب لابد انك انت تطبق التقنية فيها هنروح بقى لي الحكمين النهاردة عندنا الحاج محمد اللي هو الحكم وعندنا الحكم الجنوب افريقيا كابتن ايمن الاتشو بير تقم التحكم النهاردة اولا مبدئيا ست حكام من ستة دول ستة من ستة دول المساعد الاول من الكاميرون المساعد الثاني من كودوفار الحكم الرابع ميروشيس الفار من الجاموري اللي هو بير اتسو والايفار من جنوب افريقيا بدون اشتغلوا مع بعض بل كده يعني ولا لا لا خالص لا خالص هنا عندنا نشوف هنا الحاج اللي هو محمد ده الحكم الساحة ده حكم تشادي كابتن ايمن الفيز المساعد الاول ده كاميروني هيرمن ده من الكودوفار وعندنا باتريس من ميروشيس وبير اتسو الحكم الفار اللي هو من الجابون وعندنا اخوانا مكاليمة اللي هي من جنوب افريقيا بنكلم على الحكم بقى كابتن وده يهمنا والفار كويس اللي هو الحاج محمد كويس وبير اتسو كويس ممكن ممكن نسأل السؤال بس في حكم تقنية فيديو اول وفي مساعد حكم تقنية فيديو اه ايه الفرق بين الاثنين جميل 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 هدف جه الحاجات دي كلها المسؤول ان هو يراجع الحاجات دي هو حكم الفر الرئيسي كويس في الوقت دا هنا عندنا المساعد بيتابع المباراة لانك انت بتراجع لقطة والمباراة غالة ايه مباراة غالة فممكن تكون في لقطة بعديها هنا دي دورها بتراجع او دور بين هو بيراجع وكذلك احيانا في تسلل هو بيبقالي دخل في التسأل نروح للحكم كابتن هو 37 سنة دولي من 2012 اعضار في بطوط الامة افريقية مبارتين فقط في دور المجموعات لما نتكلم على حكم بقاله 12 سنة حكم دولي كابتن ايمن برضك مسمحناش عنه كتل قوي تمام اتمنى النهاردة ربنا وفقه ان شاء الله ربنا وفقه ويا ريته النهاردة هذا الحكم يصلح ما فعله الحكم الجنوب افريقي من اخطاء تحكمية في مرات سنبة يعني هو اكيد عارف ان يكون هناك اخطاء النهاردة انا تمنى ان هو يدي صورة زهنية جميلة للتحكم من خلال هذه المباراة اعتقد ان هي مباراة صعبة ولكن انت النهاردة كحكم تشادي كلم عن نفسك وحاول انك انت تدي مدود كويس تصلح ما مش هول حكم الفوار الحكم قاتشو بير ده يمكن حكم لنا في بتورة امه افريقية حكم مصر وغانا والحاج محمد حكم مصر وكافيردي يعني ده حكم لمصر وده حكم لمصر اللي تنين النهاردة لابد يتعاونوا مع بعض زي ما قلت اتمنى ان هما يصلحوا ما فعله التحكيم ضد النادي الاهلي في المباراة سبقى اه النادي الاهلي كسب ولكن زي ما حدتك قلت مش كل مرة النادي الاهلي بيكسب والاخطاء بتعدي زي ما قلت التحكيم الوفريكي محتاج تطوير على على مستوى محتاج كمان الحكام اللي على الفوار كابتن ايمان محتاجين يتضربوا محتاجين الحكام كمان ايمان شوق نهاردة انت حكم من فضلك انزل الملعب انسى ان فيه فوار اشتغل على نفسك اهتم روح في المكان يعني اعمل عليك وسيب الاخطاء التحكمية دي للفوار اللي هي صعبة جدا اللي انت ما عندكش قدر انك انت تشوفها نتيجة التمركز اللي مش جيد او نتيجة انك انت تكون بعيد عن المتشوات سؤالنا ايه يا كابتن الفوار طور المنظومة او لا حكام مش عاوزة تشغل على نفسها وبتعتمد على الفوار واللي بيقعد على الفوار حاجة انت وحاظك ايه دي المشكلة اللي بيقعد على الفوار انت مشكلة يعني انت كلنا جاي فين الحدث يعني كابتن حتى يقول له ايه بيوني حكم الفوار الحاجة الواضحة اللي هي ما يختلف عليها اثنين اللي الكل يجمع عليها لو انك انت تتدخل زي ما قلت علامة استفهام في حالة مودست اللي اتمسك ثلاث مرات في ثلاث ألعاب في لعبة واحدة دي كانت مشكلة يعني كل لعبة بينة الوحدة لوحديها 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 اتمنى النهاردة كابتن ايمي وانا اقول تحكيم الفريق احنا دايما مع الحكام والله مع الحكام سواء في مصر او في افراق مش محتاجين غير العدال تحكيم من لكل الاندية مش لنادي الاهلي بس نشاف النادي الاهلي في الفترة الأخيرة لوحنا رصدنا وعملنا حلقة حاجب لك بالأرقام والحصائيات النادي الاهلي ظلم في مباراة كتيرة اتمنى النهاردة بره وجوه اتمنى النهاردة زي ما قلت في النهاية حكم الدشادي يغير الصورة ويدينا تحكيم جايد النهاردة تحكيم أفضل ويغير صورة المباراة السابقة وبنقول في الآخر انشار النادي الاهلي يفوز ومبارك والجميع المصرية كلها تفرح وجميعنا تفرح اشترفتني كافتا الناصر بنورتني